يا جماعة مالي تيك توك حسب المحتوى إذا كان المحتوى طيب وإنسان منطيب من نفسه أعطاك هدية فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وفي صحيح البخاري ورد أن النبي أعطى عمر بن الخطاب مالا فقال عمر يا رسول الله أعطيه غيري قال النبي يا عمر إذا أتاك مالا من غير مسألة أو إشراف نفس يعني بدون ما أنت تسأل الناس وبدون ما ذل نفسك فخذه هيك النبي قال لعمر في صحيح البخاري أما إذا كان المحتوى باطل فما بني على باطل فهو باطل ما بني على حرام فهو حرام ما بني على خبيث فهو خبيث إلى آخره بعدين يا أخي أنصح أي داعم لا يدعم لا محتوى طيب ولا يدعم محتوى هابط لأنه أنت لما تدعم محتوى طيب قد إذا أنت نقصت عنه الدعم إذا هو عم يطلع لله رح يطلع لله ممشان الدعم وإذا أنت عم تدعم محتوى خبيث رح يزيد الفساد في الأرض فنصيحة لوجه الله لا تدعم لا محتوى طيب ولا محتوى هامط وإذا بدك تحسب لك صدقة اعطي هذا المال لأناس فقراء لأن الله قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم بعدين النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال إن الله كره لكم والقيلة والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أستحلفكم بالله يا ناس ادعوا مع التيك توك في إضاعة للمال ولا ما في إضاعة للمال